نفسية خاصة بحيث يجب ان تتوفر له البيئة السليمة التي تريحه نفسيا ثم يبدأ من بعدها باطلاق افضل واجمل النغمات التي تريحك وطائر الحسن لا يغرد طوال العام حيث يبدأ في اطلاق نغماته في فترة الراحة وهي الفترة التي تلي فترة القلش مباشرة وهنا يجد الحسن نفسه وقد غير ريشه مزهوا بنفسه فرحا بشكله والوانه ويكون الغناء في هذه المرحلة متقطعا غير مترتب ولا مفهوم ومع مرور الوقت تبدأ نغمات الحسن في الظهور بالشكل الامثل وهنا يجب ان نذكر بعض الاسباب المؤدية لعدم تغريد الحسن اولا عدم الخروج من عملية القلش بنجاح ويكون سببها الرئيسي اهمال الطائر في هذه المرحلة المهمة في حياته وعدم توفيرها لراحة والهدوء والتغذية الجيدة ثانيا مرض الحسن حيث من الممكن ان يكون الحسن مريض باحد الامراض وبالتالي لن يغني ابدا ثالثا خوف الحسن حيث يكون الحسن خائفا من شيء ما بمكان يخيفه او محاولة الامساك الدائم بالطائر رابعا الحسن غير مرتاح نفسيا حيث يجب توفير الجو النفسي الملائم للحسن وعدم مراقبته كثيرا خامسا التغذية غير مناسبة حيث يتم الاعتماد على نوع واحد او نوعان من البذور وكذلك الاهمال في تقديم الفاكهة وحمام المياه والتشميس سادسا عدم نوم الحسن جيدا حيث ان طبيعة الحسن تفرض عليه ان ينام مع الغروب ويصح مع الشروق وعندما نصهره كثيرا نجده في احيان كثيرة خاملا سابعا المكان غير مناسب مثل ان نضع الحسن في مكان مغلق او نضعه في مكان منخفض او تكون الغرفة تكاد تكون مظلمة لا تدخلها الشمس او القفص صغير الحجم ثامنا الفاش سبب رئيس في عدم غناء الحسن تواجد الفاش الذي ينتص دمه ويقلق راحته تاسعا سقوط القفص حيث سنجد الحسن امتنع عن الغناء عند سقوط القفص وتختلف من طائر الى اخر المدة التي يستغرقها الحسن للعودة الى الغناء عاشرا مهاجمة الحيوان